بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي التجال في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة مع حلقات مادة الإحصاء إن شاء الله النهاردة هيكون معنا موضوع مهم جدا اللي هو الباب الرابع الارتباط موضوع الارتباط من الموضوعات الهمة جدا اللي مفيش امتحان بيخلوا منها وأكيد معنا الامتحانات السابقة وهنشوف مع بعض في حلقتنا النهاردة الأفكار الكتيرة اللي في موضوع الارتباط في بداية الحلقة عايزين نقول إيه هو الارتباط طبعا إحنا عندنا ظواهر كتير جدا في الحياة بينها ارتباط وفيه ظواهر تانية مفيش بينها ارتباط زي لما أقول لحضرتك إيه العلاقة بين عدد ساعات المذاكرة والفهم والتحصيل بتاع حضرتك ومجموعة تقول لي لو ذاكرت كتير المجموع هايزين إذن هناك ارتباط طيب يبقى إذن إيه هو الارتباط الارتباط هو وجود علاقة بين ظاهرتين سين وصاب يبقى أنا عندي في بداية حلقتنا النهاردة عايزين نقول تعريف للارتباط وتعريف لمقياس الارتباط ونشوف أنواع الارتباط ووجد حاجات اللي بتيجي معنا في الامتحانات والأسئلة بتاعتنا كلها يبقى أول حاجة في الارتباط قلنا الارتباط هو وجود علاقة بين ظاهرتين أو مقياس الارتباط هو مقياس إحصائي يقيس شدة العلاقة أو قوة العلاقة بين ظاهرتين سين وصابة طيب الارتباط عندنا بيكون نوعين يا إما ارتباط طردي يا إما ارتباط عكسي يعني إيه ارتباط طردي يعني الارتباط الطردي ده بتكون الظاهرتين يا إما بتزيد في نفس الاتجاه أو بتقل في نفس الاتجاه يعني لما أقول لحضرتك زيادة في الظاهرة سين تقابلها زيادة في الظاهرة صاد قلتلي ده هنا في نفس الاتجاه يبقى ده ارتباط طردي او لو قلت لحضرتك ان نقص في الظاهرة سين يقابله نقص في الظاهرة صاد يبقى هنا الاتنين بينقصوا في اتجاه واحد يبقى ده برضو ارتباط طردي يبقى الارتباط الطردي اللي هو الزيادة او النقصان في الظاهرتين معا في نفس الاتجاه طيب اما الارتباط العكسي الارتباط العكسي بيقول لي زيادة احد الظاهرتين مع نقص الظاهرة الأخرى يعني لو زيادة في الظاهرة سين يقابلها نقص في الظاهرة صاد يعني لما أقول لحضرتك عدد ساعات اللاعب واللهو لو زادت تقولي المجموع بتاعي على طول هيقل يبقى لازم يكون هنا علاقة عكسية طيب نرجع تاني لتعريف الارتباط بتاعنا ونشوف مع بعض التعريف اللي ممكن أشوفه في الامتحان بيقولي إيه هو تعريف الارتباط هو المقياس الذي يصف شدة العلاقة بين متغيرين أو ظاهرتين سين وصاد أو الرياضة أو الإحصاء أو أي ظاهرتين في الدنيا أو المبيعات والإرادات ويرمض له بالرمز ره يبقى معامل الارتباط عندي هنسميه إيه ره طيب دي أول حاجة عرفنا معامل الارتباط عندي هيبقى اسمه ره وتعريفه المقياس الإحصائي الذي يصف شدة العلاقة بين متغيرين أو ظاهرتين عندي كمان أقدر أقول أن الارتباط نوعان الارتباط نوعان النوع الأول اللي هو الارتباط الطردي أي أن العلاقة بين الظاهرتين موجبة وبتكون الزيادة في سين تقابلها زيادة أيضا في صاد والعكس يعني لو نقص في سين يقابله أيضا نقص في صاد عندي النوع الثاني طيب وبالمناسبة كمان الارتباط الطردي دايما هيكون الناتج بتاعه موجب ناتج الره عندي في آخر المسألة هيطلع عندي ناتج موجب يبقى إذا كان الناتج موجب دل ذلك على أنه الارتباط طردي أما الارتباط العكسي والعلاقة بين الظاهرتين تكون سالبة أو نقدر نقول زيادة في ظاهرة يقابلها نقص في الظاهرة الأخرى يعني لو أنا عندي زيادة في الظاهرة سين أقول له يقابلها نقص في الظاهرة صاد إذن ده ارتباط عكسي وكمان ناتج الارتباط في حالة الارتباط العكسي هيكون سالب إذن ممكن يجيني سؤال يقول لي إيه؟ يقول لي إذا كان ناتج الارتباط نقط دل ذلك على أنه ارتباط طردي أقول له إذا كان ناتج الارتباط موجب دل ذلك على أن الارتباط طردي أما إذا كان ناتج الارتباط نقط دل ذلك على أنه ارتباط عكسي أقول له إذا كان ناتج الارتباط سالب دل ذلك على أنه ارتباط عكسي نقول لهم تاني براحتنا خالص نقول له إذا كان ناتج الارتباط موجب يدل ذلك على أنه ارتباط طردي برافو عليك أما إذا كان ناتج الارتباط سالب دل ذلك على أنه ارتباط عكسي سامع طالب شاطر بيقول لي طيب يا مستر لا موجب ولا سالب لو كان الناتج بتاعنا صفر لو الناتج أنا بحل التمرين بعض التمرين بنجي نحلها بنلاقي الناتج عندنا صفر إيه اللي هيحصل أقول له لا هنا بقى نقدر نقول لا يوجد ارتباط بين الظاهرتين يبقى أنا كده خدت ثلاث حالات يأما يكون الناتج موجب يأما يكون الناتج سالب يأما يكون الناتج بتاعنا صفر إذا كان الناتج موجب أقول له دل ذلك على أنه ارتباط طردي إذا كان الناتج سالب دل ذلك على أنه ارتباط عكسي أما إذا كان الناتج صفر فإنه لا يوجد ارتباط عندي كمان قيمة معامل الارتباط عندي الجزية دي مهمة جدا يا جماعة قيمة معامل الارتباط بعد ما منقلص التامنين خالص يقول لي تتراوح قيمة معامل الارتباط بين موجب واحد وسالب واحد يعني اكبر قيمة ممكنة لمعامل الارتباط هتكون موجب واحد واصغر قيمة ممكنة لمعامل الارتباط هتكون سالب واحد يبقى حضرتك مش ممكن نعدي المجب واحد في الجزء المجب ولا نعدي السالب واحد في الجزء السالب يعني الارتباط اخر وكام اخر واحد صحيح مش ممكن يطلع واحد واحد من عشر حتى لأ هو واحد صحيح يبقى واحد صحيح وممكن يطلع طبعا كسر اصغر من الواحد واكبر من السالب واحد اذا الارتباط بيتراوح بين المجب واحد والسالب واحد طبعا مع عدد صفر لان هنا لو الناتج صفر هنقول لا يوجد ارتباط عندي كمان اقول لك جزئية جميلة جدا وجدت في امتحان سابق وان شاء الله تفهمها بسرعة اقول لك كلما اقترب ناتج الارتباط من المجب واحد او السالب واحد تقول لي ده معناه ان الارتباط هنا قوي تقول لي معناه ان الارتباط هنا ايه ارتباط قوي يعني يا مصدر كلما الارتباط يقرب من المجب واحد او السالب واحد ده معناه ايه معناه ان الارتباط قوي طيب كل ما الارتباط يقرب من الصف معناه انه بينزل بيقرب من ناحية الصف اقول لك ده اللي ذلك على انه ارتباط ضعيف يبقى احنا عايزين نقول مع بعض كمان درجات الارتباط عشان نجي نحل التمرين نبقى عارفين كل حاجة تعال اشوف معايا كده درجات الارتباط اللي هنشوفها في التمرين او اللي هتطلع معايا في النواتج بتاعتنا احنا اتفقنا ان اول حاجة عندي خالص ان لو ناتج الارتباط ان لو ناتج الارتباط سفر كلنا اتفقنا انه لا يوجد ارتباط ده لو الناتج سفر كمان لو كان الناتج واحد من عشرة او اتنين من عشرة او تلاتة من عشرة دل لذلك على ان الارتباط ضعيف او كانت قيمة الارتباط ضعيف عندي اربعة من عشرة وخمسة من عشرة وستة من عشرة ده اسم ارتباط متوسط طيب لو كان الناتج سبعة او تمانية او تسعة من عشرة ده كان ارتباط قوي ده كان الارتباط ايه قوي طيب بعد التسعة من عشرة مباشرة يفضل عندي الواحد الصحيح يبقى ده ارتباط يبقى انا عندي اذا كان الناتج سفر لا يوجد ارتباط اذا كان الناتج واحد صحيح يبقى ارتباط تام طيب لو الناتج بينهم قسمناها تلات تأسيمات الضعيف يعني اما واحد واثنين وتلاتة المتوسط اربعة او خمسة او ستة من عشرة القوي سبعة او تمانية او تسعة وده السؤال اللي احنا كنا لسه بنقوله اذا كلما اقترب ناتج الارتباط من الواحد الصحيح ده لذلك على انه نقط ده لذلك على ايه هو يعني ايه اقترب من الواحد الصحيح يعني قرب جدا من الواحد يعني تسعة او تمانية او سبعة دون التلاتة القريبين جدا من الواحد ده كان المقياس ايه هنا في الحالة دي قلت له يا مستر كانت القوة بتاعته كان ارتباط قوي يبقى كلما اقترب الناتج من الواحد الصحيح كان الارتباط قوي وكلما اقترب من الصفر اللي هو الواحد او الاثنين وتلاتة كان الارتباط ضعيف يبقى دي كانت قوة او درجة الارتباط عندي كمان سؤال بيقول لي وكلما اقترب قيمة معامل الارتباط من الصفر يقول لنا ان هي ايه ده لذلك على ان الارتباط ضعيف طيب اذا كانت قيمة معامل الارتباط بيساوي موجب واحد يبقى الارتباط طردي تام طب اذا كانت قيمة معامل الارتباط سالب واحد كان الارتباط عكسي تام يبقى اذا اذا كانت قيمة معامل الارتباط موجب واحد او سالب واحد قلتلي على طول ده لذلك على انه ارتباط تام بعد كده قلنا كمان جزئية مهمة جدا اللي هي اذا كانت قيمة الارتباط طبعا صفر ده لذلك على انه لا يوجد ارتباط عايز بقى نبتدي نتكلم على مقاييس الارتباط مقياس الارتباط عندي مقياسين أقدر أقيس بهم الارتباط المقياس الأول اسمه معامل ارتباط بيرسون والمقياس الثاني معامل ارتباط سبيرمان طيب نمسك حاجة حاجة كده براحتنا معامل ارتباط بيرسون ده بيصلح للقيم الرقمية فقط هو فيه قيم غير رقمية يا مستر طبعا ومال إيه مش إحنا اتفقنا أن القيم يا إما تكون رقمية أو وصفية قلت لي طب يا مستر بالراحة كده علينا يعني إيه قيم رقمية قيم رقمية زي أي رقم في حياتك اتنين تلاتة خمسة سبعة مية خمستاشر دي اسمها قيم رقمية زي ما أقول حضرتك إن شاء الله جبت كام في امتحان الإحصاء قلت لي أنا جايب تمانية واربعين من خمسين أو تسعة واربعين من خمسين أو خمسين من خمسين حضرتك كده اديتني قيمة رقمية طيب إن شاء الله لما تدخل الجامعة وأقولك أنت عملت إيه تقول لي أنا جبت امتياز أو جبت جيد جدا كده ساعتك بتقول لي وصف يبقى هنا في قيم رقمية زي أي أرقام اتنين تلاتة خمسة سبعة أي أرقام وفي قيم وصفية زي الجيد المقبول الممتاز الضعيف يبقى دي اسمها قيم وصفية نرجع تاني لمعامل الارتباط بتاعنا اللي اتفقنا اللي احنا هنشتغل به اللي هو معامل ارتباط بيرسون معامل ارتباط بيرسون حضرتك قلت لي إن يصلح للقيم الرقمية فقط معامل ارتباط بيرسون يصلح للقيم الرقمية فقط طيب معامل ارتباط بيرسون ده بيقيس القيم بيقيس القيم لذلك هو أكثر دقة من سبيرمان اللي هناخده بعد كده يبقى بيرسون ده أكثر دقة من سبيرمان لأن سبيرمان هيقيس على رتب القيم يبقى أنا عندي بيرسون بيقيس على القيم نفسها لذلك هو أكثر دقة من سبيرمان نرجع تاني لمعامل ارتباط بيرسون وايه هو معامل ارتباط بيرسون وبيصلح لايه تعالوا نشوف معامل ارتباط بيرسون يصلح للقيم الرقمية فقط الرقمية فقط طيب معامل ارتباط بيرسون ده ليه اسم تاني ايوه ليه اسم تاني ممكن نسميه معامل ارتباط العزوم يبقى انا عندي يا جماعة عايز اقول ان معامل ارتباط بيرسون اهو معامل ارتباط بيرسون عندي بنتعامل معه زي بقوله يعتبر معامل ارتباط بيرسون اكثر دقة من معامل ارتباط سبيرمان وذلك لانه يستخدم قيم الظاهراتين اما سبيرمان بيستخدم رتب هذه القيم وطبعا قلنا ان معامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط اما سبيرمان يصلح للقيم الرقمية والوصفية طيب القانون بتاع معامل ارتباط بيرسون قلنا الرهب يساوي نون في مجموع سين صاد ناقص مجموع سين في مجموع صاد ده البسط تعالوا نكتبه مع بعض على الشاشة علشان نبتدي نشوف احنا هنتعامل ازاي مع هذا الارتباط تانية جماعة معامل ارتباط بيرسون احنا اتفقنا ان رمزه ايه رهب والرهب تساوي انا عايز احل معامل ارتباط بيرسون الرهب تساوي شرطة كسر وعايزك تركز معايا كويس جدا 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 في القانون القانون البسط بتاعي بيقول ايه بيقول لي نون اللي هي عدد القيم او عدد المفردات في مجموع سين صاد ناقص مجموع سين في مجموع صاد تحت بقى في المقام جز او وهنعمل قصين شبه بعض القص الاول هيكون خاصة بالسينات فهنقول له نون مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع القص التاني هيكون خاص بالصادات يبقى نون مج صاد تربيع ناقص مج صاد الكل تربيع ده قانون معامل ارتباط بيرسل حد يقول لي يا مستر ادينا تمرين عشان نبتدي نشوف الكلام ده بيمشي ازاي اول تمرين معنا اهو بيقول لي من الجدول الاتي من الجدول الاتي للظاهراتين سين و صاد عندي الظاهرة سين كانت خمسة أربعة خمسة ستة تلاتة اتنين عشرة الظاهرة صاد كانت خمسة ستة اتنين أربعة تلاتة واحد سبعة طبعا كلنا شايفين التمرين قدامنا ماشي معنا واحدة واحدة بنقول له اول حاجة هنعملها اول حاجة هنعملها هنبتدي نعمل جدول من خمس خانات الجدول الخمس خانات بص على التمرين كويس تاني لو هتنقله اهو وانا على طول نقلت لك خانة السين وخانة الصاد اهم في الجدول اللي احنا هنسطره مع بعض لو عايز تشتغل معايا بتدي سطر جدولك اهو عملت جدول من خمس خانات اللي هم ايه الخمس خانات سين وصاد ودول بنقلهم من ورقة الأسئلة زي ما حضرتك شايف السين والصاد نقلت السين خمسة أربعة خمسة ستة تلاتة اتنين عشرة ونقلت الصاد خمسة ستة اتنين أربعة تلاتة واحد سبعة على طول تجمع قيمة السين وتجمع قيمة الصاد يلا نجمع مع بعض كده خمسة زائد أربعة زائد خمسة زائد ستة زائد ثلاثة زائد اتنين زائد عشرة هيدي لك مجموع سين بخمسة وتلاتين يبقى دي أول حاجة عملتها نقلت خانة سين وخانة صاد من ورقة الأسئلة وهبتدي أجمعهم هنجمع صاد هتطلع معانا تمانية وعشرين بعد كده الخانة الثالثة اسمها ايه زي ما انت شايف اسمها سين في صاد يبقى هضرب خانة سين في خانة صاد يلا نضرب مع بعض خانة سين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين أربعة في ستة باربعة وعشرين خمسة في اتنين بعشرة أربعة أو ستة في أربعة باربعة وعشرين تلاتة في تلاتة بتسعة واحد في اتنين باتنين وعشرة في سبعة كانت بسبعين دي الخانة الثالثة اللي هي سين في صاد وأبتدي أجمع قيمة خانة سين في صاد ألاقي خمسة وعشرين زائد أربعة وعشرين زائد عشرة زائد أربعة وعشرين زائد تسعة زائد اتنين زائد سبعين يطلع معاك مية أربعة وستين يطلع مية أربعة وستين بعد كده عندي خانة اسمها سين تربيع اللي هي الخانة الرابعة خانة سين تربيع عبارة عن أضرب خانة السين في نفسها يبقى خمسة في خمسة بخمسة وعشرين يا ريت وانت شغال عشان ما تطلق بطش طالما بتعمل سين تربيع خبي خانة الصاد علشان عينك ما تروحش تجيب رقم من الصاد وتطلع المسألة فيها أخطاء هنعمل سين تربيع يعني هضرب سين في نفسها أول قيمة في سين خمسة يبقى خمسة في نفسها أو خمسة في خمسة بخمسة وعشرين أربعة في نفسها بستاشر خمسة في خمسة بخمسة وعشرين وستة في ستة بستة وتلاتين وتلاتة في تلاتة بتسعة واثنين في اتنين باربعة وعشرة في عشرة بمية حضرتك كده جبت خانة سين تربيع نقدر نجمعها طبعا نقدر نجمعها يطلع الناتج 215 عاوز بقى اجيب خانة صد تربيع خبي خانة السين اللي احنا كنا شغالين فيها من شوية وكده هنشتغل في خانة الصاد خانة الصاد عندي 5 في 5 بـ 25 6 في 6 بـ 6 و 30 2 في 2 4 في 4 3 في 3 9 1 في 1 7 في 7 49 نقدر نجمع خانة الصاد طبعا تطلع بـ 140 مجرد انك وصلت للمرحلة دي من الجدول الجزئية اللي جاية سهلة جدا لانه قانون وهتبتجي تطبق فيه لو انت حافظ القانون بتاعت هنكتبه مع بعض على طول وبعدين هنبتدي نطبق في القانون بتاعنا تعالوا نشوف القانون بتاعنا بيقول ليه تاني قلت البسط التاعي نون في مجسين صاد ناقص مجسين في مجس صاد نيجي للمقام بتعمل جزر كبير وجوه الجزر ده قصين قص اسمه بيت السينات او قص السينات والقص الثاني للصادات القص الاول نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع القص الثاني نون مجسين مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع تعالوا نشوف ونكمل مسألتنا ونبص تاني على الجدول اللي احنا عملناه كان سين ساد سين في ساد سين تربيع ساد تربيع جبت معاك قيم سين وصاد ومجموع خانة سين صاد ومجموع خانة سين تربيع ومجموع خانة صاد تربيع كده بمنتهى البساطة نقدر نعمل الجدول بتاعنا خلصت الجدول ابتدي اعمل القانون بتاعي ادي الجزر الكبير اللي اتفقنا عليه هقول له الارتباط بيساوي البسط نون مجسين صاد ناقص مجسين في مج صاد قلنا المقام جزر وجوه الجزر نون مج سين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع ده القوس الاول القوس التاني نون مجساد تربيع ناقص مجساد الكل تربيع كتبنا القانون بتاعنا ابتدي اعوض تعويض مباشر جدا 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 بمنتهى البساطة اول حاجة عندي القانون بتاعي بادئ بنون القانون بادئ بنون النون عندي بكام يا جماعة تعال انا اعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع قيم او سبع مفردات يبقى النون عندي بسبعة اهي فيه مجسين صاد حضرتك قلتلي حسبتها بمية اربعة وستين اهي ناقص مجسين كانت خمسة وتلاتين فيه مجساد كانت تمانية وعشرين ننزل تحت جوه الجزر النون بسبعة فيه مجسين تربيع بمتين وخمستاشر ناقص مجسين حضرتك قلتلي بكام بخمسة وتلاتين تقدر تضربها في نفسها او تقدر تربعها بالقلة بتاعتك ما عنديش مشكلة بعد كده القوس التاني النون بسبعة فيه مجساد تربيع حضرتك حسبتها وقلتلي بمية واربعين ناقص مجساد كانت تمانية وعشرين وزي ما قلتلك يتضربها في نفسها يأما تربع مباشرة يطلع عندك الناتج بتاع حضرتك قيمة ره هتطلع باتنين وسبعين من مية بالقلة الحزمة كل ده يطلع خطوة واحدة على الالة الحزمة طيب حد شاطر يقولي باتنين وسبعين من مية دي كانت ايه قلتلي برافو عليه اول حاجة انا بتعامل معها على خطوطين الخطوة الاولى الناتج موجب او سالب قلتلي ده الناتج موجب يا مستر على طول تقول لي يبقى ارتباط طردي تاني ليه طردي لان الناتج موجب طيب علامة سبعة قلتلي علامة سبعة ده يبقى قوي يبقى ده طردي قوي يبقى ده كان تمرين قدرنا نتعامل معاه بمنتهى البساطة التمرين تاني كان بيقول لي من الجدول الاتي للظاهراتين سين وصاد اه مديني جدول فيه ظاهراتين سين وصاد زي ما احنا شايفين تمام وعايز يحسب معامل ارتباط برسل ويبين نوعه قلتليه تمام ده سهلة جدا 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 اول خطوة هنعمل جدول من اربع من خمس خانات الجدول اللي من خمس خانات سين وصاد وسين صاد وسين تربيع وساد تربيع وجبت القيم والمجمية بتاعتهم وبعدين ابتديت اعمل كتبت قانون معامل ارتباط برسل وبعدين عوضت في القانون طلع معايا الناتج ره اتنين وسبعين من مية اتفقنا مع بعض انه اذا كان الناتج موجب يبدأ ارتباط طردي واذا كان الناتج سالب يبدأ ارتباط عكسي طيب عندي كمان حاجة جميلة جدا ممكن تجيني في امتحان زي ما جدت في امتحانات سابقة كتير جدا وموجود منها تمرين واسئلة في الكتاب المدرسي اللي هو المرجع الاساسي لنا كلنا ممكن اللي بيحط الامتحان يعمل الجدول هو ويبتدي ياخد المجميع بتاعتي مجموع سين بكذا مجموع صاد بكذا مجموع سين صاد بكذا مجموع سين تربيع مجموع صاد تربيع ويبتدي ادهالك في الامتحان مع عدد هذه القيم ويقول لك كده دي بيانات ايه بيانات جهزة برافو عليك ده اسمه تمرين جهز او بيانات جهزة ويقول لك احسب لي معامل الارتباط عشان ما تتعبش في الجدول والحاجات دي اول حاجة على طول اقول له لو جاني تمرين جهز بالصورة دي على طول اكتب القانون اول حاجة وبعد ما نكتب القانون هيبقى التعويض بتاعك تعويض مباشر وسهل وجميل جدا 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 تعالوا نشوف تمرين على التمرين الجهزة ونشوف بيتحل ازاي بيقول لي اذا علمت ان مجموع سين كان بـ 54 ومجموع صاد كان بـ 36 و النون عدد القيم كانت بـ 6 ومجموع سين في صاد كان بـ 355 ومجموع سين تربيع كان بـ 566 ومجموع صاد تربيع بـ 244 انا عايزك تلاحظ ان هو عمل الجدول واداك النواتج الاخيرة او القيم الاخيرة او المجميع الاخيرة من الجدول على طول بقول لنفسي ان ده تمرين جاهز يعني ايه تمرين جاهز يعني مش عايز من حضرتك الا انك تطبق القانون وتشتغل على طول تعويض مباشر هتطلع الناتج في اقل من دقيقتين يبقى التمرين الجهزة بتبقى سهل على الطالب على طول بيعوض القانون ويطلع الناتج مباشرة حد بقى يفكرني بالقانون انا سامعك وانت بتقول لي الره بتسوي ايه اعمل شرط الكسر وتحتيها جزر نيجي للبسط اكتب نون في مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات الجزر عندي قوسين شبه بعض القوس الاول نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع القوس التاني نون مجسات تربيع ناقص مجسات الكل تربيع تعالوا نشوف مع بعض كده هنحل ازاي اول حاجة زي ما احنا اتفقنا على طول هعمل القانون بتاعي اهو اقول له الره بيساوي تعالوا شوف معايا كده البسط نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات طب كده حضرتك كتبت البسط عاوز اكتب المقام اوعى تنسى ان المقام عندك فيه جزر جزر كبير كده وسع لنفسك واكتب براحتك خالص القوص الاول حضرتك قلتلي نون مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع القوص التاني نون مجسات تربيع ناقص مجسات الكل تربيع يبقى الراحة يساوي اشيل انه نحط كاما من الدهالي بستة برافو عليك فيه مجموعة سين في صاد او مجموعة سين صاد من الدهولي بتلتمية خمسة وخمسين تمام يبقى انا باخد اهو كوبي بست سهلة جدا جدا ناقص مجموعة سين اربعة وخمسين فيه مجموعة صاد ستة وتلاتين تحت بقى الجزر بتاح حضرتك القوص الاول النون بكم بستة مجموعة خانة سين تربيع بخمسمية ستة وستين ناقص خانة سين باربعة وخمسين ربعة والقوص التاني النون بستة في مجموعة ستة تربيع بمتين اربعة واربعين ناقص الساد ستة وتلاتين ربعة يلا اشتغل بالقالة كده بمنتهى البساطة هيطلع معاك الناتج بتاعك بخمسة وستين من مية بكام بخمسة وستين من مية بتقدر تقولي نوع الارتباط هنا قلتلي يا مستر حضرتك قلتلي لو الناتج موجب يبقى ده ارتباط طردي يبقى ده ارتباط ايه طردي ليه يا فندم طردي قلتلي علشان الناتج موجب طيب انا ملاحظ ان الناتج ستة من عشرة يبقى ده قوته متوسط يبقى نوعه طردي وقوته متوسط اهو يبقى ده كده طردي ومتوسط ده كان الارتباط بتاعنا من تمرين في بيانات جهزة يبقى كده احنا بنتفق تاني مع بعض ان الارتباط عندي في ارتباط بيرسون اللي هو ارتباط العزوم يصلح للقيم الرقمية فقط يصلح للقيم الرقمية فقط اما ارتباط سبيرمان اللي هو ارتباط الرطب بيصلح للقيم الرقمية والوصفية تعالوا معايا كمان نشوف النوع التاني من الارتباط خلي بالك اول حاجة عايزين نقولها ان ارتباط سبيرمان او ارتباط الرطب بيشتغل على رطب القيم وليس على القيم نفسها لذلك في بداية حلقتنا انا قلتلك ايه قلتلك ان معامل ارتباط سبيرمان يصلح للقيم الرقمية والوصفية وبييجي من رطب القيم اما معامل ارتباط بيرسون اللي هو العزوم ده بيصلح للقيم الرقمية فقط وبيشتغل على القيم نفسها وليس رطب القيم طيب انا لما اسألة بيرسون بيشتغل على القيم نفسها وسبيرمان بيشتغل على رطب او ترتيب هذه القيم مين ادق؟ تقول لي طبعا بيرسون يبقى لما يجي يقولك معامل ارتباط بيرسون ادق من معامل ارتباط سبيرمان تقول لي العبارة صحيحة معامل ارتباط بيرسون هو ادق من معامل ارتباط سبيرمان اللي عايز يعرف ليه؟ نقول له لان معامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية بيشتغل على القيم نفسها وليس على رطب القيم طبعا زي ما قلنا وبيصلح للقيم الرقمية فقط اما سبيرمان بيصلح للقيم الرقمية والوصفية عندي مجموعة من الاسئلة ممكن تجيلنا في صورة نظري او صورة اكمل او صورة صحي وغلط تعالوا نفتكيرها تاني مع بعض يقول لي ده علامة صحة او خطأ اللي عايز يكتب معنا معامل ارتباط بيرسون يصلح لجميع القيم او للقيم الرقمية والوصفية طبعا العبارة خاطئة لان معامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط طيب سؤال كمان لما يقول لي معامل ارتباط سبيرمان يصلح للقيم الرقمية فقط قلوا طبعا برضو العبارة خاطئة لان سبيرمان بيصلح للرقمية والوصفية معنا معامل ارتباط بيرسون هو معامل ارتباط الرتب قلوا لأ طبعا بيرسون مش معامل ارتباط الرتب سبيرمان هو اللي معامل ارتباط الرتب كلما اقتربت قيمة الارتباط من الواحد الصحيح ده اللي زالك على انه ارتباط قوي برافو عليك وكلما اقتربت قيمة معامل ارتباط من الصفر ده اللي زالك على انه ضعيف نيجي بقى للسؤال اللي بيلخبطنا إذا كانت ناتج الارتباط إذا كان ناتج الارتباط واحد صحيح ده اللي ذلك على أنه ارتباط هتقول لي تام أما إذا كان ناتج الارتباط صفر هتقول لي لو يوجد ارتباط إيه الفرق بينه وبين السؤال اللي فات يا مستر هناك قال لي اقتربة ما قالش يكمته بالتحديد يبقى لما يقول لي اقتربة من الواحد أقول له قوي لما يقول لي بيساوي واحد أقول له تام تاني الحتة دي لما يقول لي اقترب من الواحد اقول له ده كده قوي لما يقول لي يساوي واحد اقول له ده تام لما يقول لي اقترب من الصفر اقول له ده ضعيف لما يقول لي يساوي صفر اقول له لا يوجد ارتباط يبقى في فنق من كلمة اقترب وكلمة يساوي تعالوا بقى نكمل حلقتنا في موضوع ارتباط الرتب لإسبيرمان وده بيعتمد على الرتب وبيصلح للقيم الرقمية والوصفية عندي قانون معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بيجي ازاي تعال اشوف معايا اقول له معامل ارتباط سبيرمان وزي ما قلتلك بنسميه ارتباط الرتب او فروض الرتب قال لي الرهب يساوي خد بالك بقى عشان احنا بعظمنا في الامتحان بيبقى حافظ القانون بس فيه حتة التوتر انا مش عايزك تتوتر وعشان تقضي على التوتر ده لازم تحل امتحانات سابقة كتير لو قدرت تحل كل الامتحانات السابقة هتقضى في الامتحان ان شاء الله بتاع واحد وعشرين هتلاقي نفسك باذن الله باذن الله ما عندكش حتة التوتر اللي كانت موجودة ليه انت اشتغلت على نفسك وعملت تدريبات لنفسك على الامتحانات السابقة لذلك نصحت ليك في مادة الاحصاء ومادة الرياضة دايما دايما اشتغل بايدك كتير واشتغل على نفسك كتير النهاردة مستوات سبعين في المية بقره يبقى خمسة وسبعين تمانين تسعين لحد ما توصل ان شاء الله بالشغر على نفسك وبالاجتهاد لمية في المية فالحتة ديت من الحتة اللي بتغلطنا كتير في الامتحان بتبقى حافظ القانون بس في حتة في القانون بتتنسي عشان كده عايز اأكد لك عليها قانون نوعامل ارتباط سبيرمان بيقول لي ره بيساوي واحد خد بالك اهو شايف الى كاتب واحد كبير اهو علشان ده اللي بيتنسي في الامتحان الناس كتير بتبقى حافظ القانون وممكن تكتب القانون وتيجي تعوض تشيل الواحد ده يبقى القانون بيقول ايه واحد ناقص اهو شرط تكسر ستة برضو دي ثبتة في القانون ايه خد بالك واحد ناقص ستة مجموعة خانت فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد في طالب بيكتب كويس في الامتحان ويشتغل كويس بس بيجي عند الواحد وينساه ويبتدي يعوض في الكسر بس لا انا عايزك ان شاء الله في الامتحان تبقى فاكر كل حاجة وده هيجي بالحل الكتير ده هيجي بالحل الكتير وده قانون سبيرمان نفس قواعد الارتباط واحدة في بيرسون وفي سبيرمان يعني لو الناتج موجب هتقدر تقولي ان ده ارتباط طربي لو الناتج سالب هتقولي ان الارتباط عكسي لو الناتج صف لا يوجد ارتباط يعني نفس قواعد الارتباط اللي احنا شغالين عليها في بيرسون هي هي اللي هنشتغل عليها في سبيرمان واوعى تنسى وخليك فاكر اوعى تنسى ان معامل الارتباط لا يزيد عن الواحد الصحيح ولا يقل عن السالب واحد مش ممكن طيب ما عاد طبعا الصفر او اذا كان النتج صفر لا يوجد ارتباط يبقى حتة معامل الارتباط لو انت بتحل في الامتحان وبعدين طلع معاك الناتج واحد واتلاتاشر من مية واحد واثنين وعشرين من مية واحد وخمس وعشرين من مية اعرف ان حضرتك عملت اي جزئية صغيرة في رقم ولا حاجة وحصل معاك ابتدي عيد مسألتك تاني واكد عليها يبقى احنا هنا قلنا ان معامل الارتباط لا يزيد باي حال من الاحوال على الواحد الصحيح طيب هنبتدي بس نشوف تمرين سهلة وبسيطة معنا في ارتباط ونبتدي نتدرج في التمرينات واحنا شغالين لما يجيني تمرين يقول لي احسب معامل الارتباط اذا علمت ان نول بتساوي عشرة ومج فيه تربيع بيساوي خمسة وتسعين تعالوا معايا كده واحدة واحدة التمرين بيقول لي ايه تاني بيقول لي احسب معامل الارتباط احسب معامل الارتباط طيب يا مستر انا ملاحظ انه ما قاليش لابيرسل ولا سبيرمان هل دي كده فيه حاجة غلص في السؤال اقولك لا طبعا حضرتك شاطر واتدربت كتير وحلت بيديك هل في معامل الارتباط بيرسل انا شفت كلمة مج فيه تربيع تقول لي لا ده انا كنت باشوف مج سين مج ساد مج سين ساد مج سين تربيع مج سات تربيع والكلام ده كل يبقى لو اداني مج سين مج ساد مج سين ساد مج سين تربيع مج سات تربيع وقال لي احسب الارتباط وسكت ما قالش نوع الارتباط ما قالش معامل الارتباط بتاع مين بيرسل واسبيرمان قول لي ده على طول ده كده معامل الارتباط لبيرسل اما هنا في التمرين بتاعنا قال لي النون ومج فيه تربيع هنا مج فيه تربيع يا جماعة تخص شفناها في قانون مين شفناها في قانون سبيرمان يبقى هنا يقصد معامل ارتباط سبيرمان حتى لو قالك احسب معامل الارتباط المناسب خلاص انت شاطر وانت شاطرة وعارفة ان ده معامل ارتباط سبيرمان لان مج فيه تربيع موجودة في معامل ارتباط سبيرمان تعالوا نحل التمرين بتاعنا مع بعض اول حاجة عايزك تعرفها لما يقول لي احسب معامل الارتباط اذا علمت ان النون بعشرة ومج فيه تربيع بخمسة وتسعين قلتلي طيب يا مستر حضرتك قلتلي النون بعشرة الحل حضرتك قلتلي ان النون بتسوي كام عشرة تقدر كمان تربعها يعني عشرة في عشرة تطلع بكام بمية تعالى بقى نكتب القانون بتاعنا قلتلي الره بيساوي واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد طيب تعالى نعوض قلتلي يا مستر انت مأكد علينا ما ننساش الواحد دهو فاكرين لما قلتلك انت بتكتب القانون صح وتجي تشتغل على الالة بتستعجل جدا عايز تكتب الكسر وتجري لا طبعا الهدوء وانا محتاج تحل يعني فيه فرق بين السرعة والتصرع بلاش تصرع حتى لو انت بتاعه بتحل بسرعة اتقي التصرع ابعد عن التصرع بلاش الاستعجال انه عايز اخلص اول واحد اخلص بلاشتنا خالص وطلع نتائج سليمة يبقى قلت الرهب يساوي ما تنساش الواحد بتاعه ناقص الواحد ده ثابت في القانون ستة والستة دي كمان يا مستر حضرك ما اكد علي فيها فيه ما تجي فيه تربيع من الدهولة الجاهز بكام بخمسة وتسعين النون بتاعتنا بكام بعشرة النون تربيع بمية ناقص واحد تمسك الاية بتاعتك وتقول لي واحد ناقص شرطة كسر هتكتب فوق في البسط ستة في خمسة وتسعين وتكتب تحت في المقام عشرة افتح قوس مية ناقص واحد اقفل القوس يطلع معاك الناتج باربعة من عشرة برافو عليك طلعت ناتج سليم انا شايفي كنت امسك الاية وتشتغل معايا تقول لي طيب يا مستر هعمل ايه بعد كده قلتلك يلا يا بطل بقى شوف انت الناتج عندك موجب ولا سالك قلتلي طبعا الاربعة من عشرة ده ناتج موجب قلتلي اذا الارتباط طردي طيب والاربعة من عشرة ده قوته ايه قلتلي ده بيقترب من النص يبقى متوسط يبقى ايه متوسط يبقى ده ارتباط طردي متوسط اذا معامل ارتباط اللي بنستخدم فيه القانون واحد ناقص ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد ما تنساش ابدا 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 طيب انا عايزك تاخد بالك من حاجة اركزه معايا بقى في الحتة دي هنا في التمرين اللي احنا لسه حلينه مع بعض ده مجي فيه تربيع كان حاطت قابليها ستة برافو عليك قلتلي لا يا مستر ما كانش فيها في السؤال ستة امتنا حاطت في الاجابة ايه ستة برافو عليك يبقى ضربت ستة في الخمسة وتسعين اللي كان من الدهاج يعني يا مستر لو هو ما ادنيش الستة احطها انا في الضرب اضرب برافو عليك يعني ممكن كمان نقول له لو ما ادنيش الستة نضربه يبقى لو ما ادنيش الستة نضربه نقول له هات الستة بتاعتنا طيب لو ادانا الستة زي التمرين اللي هنشوفه مع بعض يبقى احنا يا جماعة متفقين مع بعض لو هو ادانا اه الستة في في القانون في 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 السؤال في الامتحان انا مش هضرب خلاص مفيش ضرب اما لو ما ادنيش الستة هيتضرب يبقى ايزا لو ما ادنيش الستة هيتضرب ولو اداني الستة مفيش ضرب واخد الناتج مباشرة نقولت كمان معامل ارتباط يصلح للقيم الرقمية والوصفية معامل ارتباط اللي هو الرتب يصلح للقيم الرقمية والوصفية أما معامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط برافو عليك تعال نشوف كمان تمرين وهيكون هو مديني الستة في السؤال يعني خدنا الصورة اللي فاتت وناخد الصورة التانية بيقول لي احسب معامل ارتباط سبير مال اذا علمت ان ستة مج فيه تربيع بستة وسبعين لأنا عايزك تركز معا دي اوي شوية خدت بالك ان هنا اداني مين ستة برافو عليك هنا اداني مين ستة اما في السؤال اللي فات لو حضرتك كنت مركز معايا اهو هجيبه لك تاني اذا علمت ان مج فيه تربيع خدت بالك هنا فاضي ما فيه ستة اه فتحت ضربت في ستة طيب نرجع تاني للسؤال بتاعنا حضرتك قلتلي اذا علمت ان ستة مج فيه تربيع خد بالك يا مستر ادالك ستة ايوه برافو عليك كده انا شايفك بدأت تركز معايا في الجزئ اللي عايز اوصلها لك النون بكام بسبعة هتيجي تحل تقول لي يا مستر النون عندي بسبعة اقدر اربعها يعني سبعة في سبعة بتسعة واربعين برافو عليك يلا نكتب القانون ممكن الرهب تساوي الواحد اللي بننساه ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد كتبنا القانون بمنتهى السهولة يلا نعود بقى في القانون بتاعنا نقول له اذا الراهب تساوي واحد ناقص هحط ستة يا جماعة قلتيني لا طبعا ما هم الدهالي فوق ما تتحطش مرتين يبقى حط القيمة بتاع ستة مج فيه تربيع مباشرة ستة وسبعين على النون بسبعة في النون تربيع بتسعة واربعين ناقص واحد لما هتضرب هيدي لك الناتج بتمانية من عشرة تعالى تاني نطبع عليها قواعد وقوانين الارتباط قلتلي الناتج موجب يبقى ده ارتباط طردي ارتباط ايه طردي تب تمانية من عشرة ده بيقترب من الواحد يبقى قوي يبقى ايه قوي يبقى ده ارتباط طردي قوي فيه كمان تمرين سهل جدا علشان برضو يبقى خدنا افقار جميلة ومتنوعة بيقول لي اذا علمت ان مج فيه تربيع بيساوي عشرين مج فيه تربيع بكام بعشرين اقول له والنون بخمسة على طول اقول له يا مستر الريه بتساوي واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد يلا نعوض قلت لي على طول واحد ناقص خلي بالك يا مستر ده مدنش الستة برافو عليك برافو عليك يبقى انا هنا احط الستة مج فيه تربيع بكام بعشرين النون بخمسة في النون تربيع بخمسة وعشرين ناقص واحد طيب لما تيجي تشتغل بالآلة هتلاقي ستة في عشرين بمية وعشرين وخمسة في اربعة وعشرين بمية وعشرين يبقى واحد ناقص واحد يطلع الناتج عندي سفر وفي الحالة دي الناتج سفر يبقى لا يوجد ارتباط يبقى لا يوجد ايه ارتباط هنا عرفت ان لا يوجد ارتباط عندي في عشان الناتج بتاعي قيمته سفر طيب في افكار تانية اه طبعا في افكار تانية وتعالوا نشوف فكرة جميلة جدا برضو مع بعضينا لو ما ادانيش قيم لمج فيه تربيع ولكن اداني قيمة للكسر كامر زي ايه زي يقول لي مثلا اذا علمت ان اذا علمت ان ستة مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد كانت بتساوي نص كانت بتساوي كام نص احسب معامل الارتباط هقول لك على طول دي مسألة سهلة جدا ولو انت بصيت للمسألة هتقول لي ده نص القانون يا مستر واحد ناقص ستة مج فيه تربيع على نون فنون فنون تربيع ناقص واحد تمام هحط الواحد ده واقول له هشيل ده كله وحط كام كمتو اللي هي كانت نص تلاقي نفسك خلصت والقيمة طلعت بنص وتقول لي ارتباط طردي متوس النهارده كده الحمد لله قدرنا نغطي بعض الافكار في ارتباط سبيرمان وغطينا تقريبا كل افكار ارتباط بيرسون وكانت حلقتنا مخصصة لموضوع الارتباط وده موضوع من اهم موضوعات الاحصاء اللي عنده حضرتك هتمنى من ربنا ان شاء الله ان نكون قربناكم من النجاح بخطوات ودايما متفوقين ودايما ربنا يحفظكم ويحفظ مصر كان معكم فتح يا عبد الكريم وزارة التربية والتعليم شكرا